في السابق كانوا يعلمون الرياضيات لسبب رئيسي اللي هو أنه يعلمون الطالب طريقة التحليل والتفكير والاستنتاج والاستدلال المنطقي وهذا الشيء الأساسي أو البدايات الأساسية لعلم الرياضيات السلام عليكم هذا بودكاست كفو من جامعة الملك فيصل وأنا عبد الملك الطلحة بودكاست كفو بودكاست جامعي يهتم بالقضايا العلمية والمعرفية والثقافية التي تهم المجتمع الأكاديمي بكل أطيافة في هذه الحلقة نستضيف الدكتورة أنوار بنت علي الضفيري عضوها التدريس في كلية العلوم في جامعة الملك فيصل للحديث عن موضوع مهم وهو الرياضيات موضوع يمكن يؤرق الكثير وخاصة الطلاب ففي هذه الحلقة سأقش الحديث عن الرياضيات أهلا وسهلا دكتورة أنوار أهلين أستاذ عبد الملك وأنا جدا سعيدة اليوم في تواجدي معكم في هذه الحلقة دكتورة الرياضيات تدائي متوسط هنوي يمكن حتى الجامعة ندرس الرياضيات ليش ندرس الرياضيات في رأيك؟ الرياضيات جدا مهمة في جميع العلوم الرياضيات هو خادم ومساعد لجميع العلوم في مجالات الأخرى يعني الرياضيات يقدم فعلا نماذج رياضية تساعد على صياقة سلوك ماء والتنبؤ في سلوك محتمل أو في إيجاد إجابات واستنتاجات منطقية للعلوم الأخرى فالرياضيات لا يتجزأ من أي علم هو أصل العلوم وهو خادم ومساعد لجميع العلوم الأخرى لذلك من المهم جدا أن يكون الرياضيات متواجد منذ المرحلة الابتدائية إلى الجامعية وحتى في المرحلة الأولى الابتدائية دائما نركز في المرحلة الأولى الابتدائية في تعليم الرياضيات على عملية التحليل والتفكير المنطقي والإبداعي هل هذا التحليل والتفكير المنطقي والإبداعي مقصود ولا هو قضية يكتسبها الطالب من خلال تعلمها للرياضيات هل الرياضيات فعلا يؤثر بشكل مباشر ولا هو من خلال خبرة علمية فعلا هو جزء من الرياضيات لو بجي أعرف لك أولا في البداية علم الرياضيات أو ما هي علم الرياضيات فبعرف لك بمفهوم بسيط جدا بما أن الفئة المستهدفة اليوم أو الجمهور المستهدف لهذا البرنامج هو عام فبعرف الرياضيات بأنه هو نوع شامل ومتنوع من العلوم وله عدة مجالات كل مجال من مجالات الرياضيات فرع بحد ذاته هذا العلم يقوم على إيش؟ على التحليل والتفكير المنطقي يهتم هذا العلم بدراسة الغياسات والحسابات والهندسة والفضاء والأبعاد والتغير وكل هذه الأشياء لذلك علم الرياضيات علم يقوم على التفكير والتحليل المنطقي فهو جزء من الرياضيات أنه تهيئ الطالب بأن يحل المشكلة معينة أو يستدل بطريقة معينة أو تفكير أو تحليل عقلاني هو جزء كبير من الرياضيات يكتسبه الطالب أيضا من خلال تعلمه الرياضيات يعني قلت أن الرياضيات علوم، شنهي العلوم هذه؟ علوم التفاضل والتكامل، الهندسة، البنى الجبرية، الجبر، كلها هذه فروع من فروع الرياضيات وهي كل فرع منها هو علم بحد ذاته مجال متكامل، عالم كامل، مجال خاف من مجالات الرياضيات هي كلها فروع لكن كل فرع يعتبر بحد ذاته هو علم نظراً لأهمية تلك العلوم والمعلومات الثرية الموجودة في تلك العلوم في الواقع اليوم، إيش التطبيقات اللي نمارسها ونستخدم فيها الرياضيات ونقول فعلاً والله اللي تعلمنا في ابتداء ومتوسط الثانوي فعلاً إحنا نحتاجها في حياتنا اليومية على فكرة هذا السؤال دائماً يسأل من قبل الطلاب نعانم أنه إحنا مدرسين أو أعضاء هي تدريس في الرياضيات أنه وين نشوف الرياضيات أو هل الرياضيات موجودة في حياتنا وبالفعل الرياضيات موجودة أنا لما بدأت وعرفت الرياضيات قلت أنه هو علم غياسات حسابات، مساحات، هندسة، بناء، أبعاد كل هذه الأشياء لو تنظر حولك كل هذه الأشياء موجودة حولك فاليوم أنا لو بعطيك مثال بسيط على العمليات أو العلم القائم أو الأشياء اللي نمارسها في حياتنا القائمة على علم الرياضيات مثل العمليات البسيطة، الحساب والجمع والضرب هذه العلم الرياضيات البسيط أو المجرد تراها موجودة في عمليات التسوق، في عمليات الإدخار الشهري في عمليات تنظيم الميزانيات وفي عمليات حتى الطبخ والطعام تجد أن نستخدم الكميات النسب والتناسب أو كميات معينة للطعام لو بجي أضرب لك مثال ثاني أيضا من حياتنا اليومية اللي هو التمارين اليومية أيضا أنت الآن لما تضع عندك هدف مثلا أو نظام غذائي معين أو خطة لخسارة وزنك لازم تعرف كم الوزن المستهدف لخساراته خلال هذا الشهر كم عدد المرات اللي بتروح فيها للناد الرياضي، كم عدد الوجبات اللي ممكن تستخدمها هذه أيضا لو تجدولها في جدول تجد أنها كلها رياضيات ورقام حسابات في عملية تصميم الهندسي والبناء حتى أن المقاولين وعمال البناء هم أكثر الناس اللي يستخدمون الرياضيات في حياتهم سواء بناء على يستخدمون الرياضيات في تغدير تكلفة الربح والخسارة أو التكلفة، المساحات، الأحجام، كل هذه الأشياء تقوم على علوم الرياضيات القائمة على التفاضل والتكامل، علم المثلثات، الهندسة، علوم الحساب، النسب والتناسب كل هذه تقوم على الرياضيات ناهيك عن استخداماته في المجالات الأخرى مثل مجال الفيزياء، الكيميا، الأحياء كل هذه المجالات تستخدم أيضا يعني الرياضيات اللي هم موجودة حولنا في كل مكان في أي مكان تذهب له تجد رياضيات أصلا يمكن عشان نجاوب أكثر، خليني أسأل سؤالة ثانية دكتورة يعني لو جبنا شخص تعلم الرياضيات في مراحل التعليم وشخص ما تعلم الرياضيات وسألنا إيش الفرق؟ كيف تجاوبنا الرياضيات؟ إيش الفرق بين الشخصين هذول؟ أول شيء والشيء الأساسي فيه هو طريقة التفكير والتحليل تكون عند طالب الرياضيات تختلف عن الطالب اللي ما درس ولا استخدم الرياضيات يعني أو استخدمها في مراحل معينة بس مبكرة من حياته تجد التفكير يختلف تجد تفكير الطالب الرياضي أو طالب الرياضيات تفكير يقوم على التحليل والاستنتاج على الإدراك أما تفكير الطالب الآخر قد يكون تفكير متسرع أو تفكير من دون اتخاذ خطوات استنتاجية أو خطوات دراسة هذا أول شيء يميز طالب الرياضيات عن طالب اللي ما تعلم الرياضيات الشيء الثاني ممكن في دقة الحسابات أيضا تجد طالب الرياضيات يكون أكثر مهارة من الطالب اللي أيضا ما تعلم الرياضيات استخدام تحويل مشاكل الحياة إلى مشاكل رياضية يضع لها فرضيات يحولها المعادلات يبني على هذه المعادلات حلول معينة يفسر هذه الحلول بمعطيات معينة تجد هذه المهارة موجودة عند طالب الرياضيات ممكن ما تجدها عند غيرها يعني لو سألنا أكثر عن طالب الرياضيات نفسه يعني فيه اتهام يقول أنه طالب الرياضيات راح يكون الإبداع عنده محدود لأنه سيفكر بطريقة منطقية وطريقة يعني رياضية برهانية فبالتالي ممكن أي شيء يفكر فيه راح يفكر بحدود ويفكر بفرضيات قطعية يعني راح واحد زاد واحد يساوي اثنين أبسط ما نسمع يعني بينما أنه مثلا شخص ما كانت خبرة الكبيرة جدا في الرياضيات عندها القدرة أنه يبتعد بالخيال أكثر أنت تتفقين مع وجهة النظر هذه؟ لا بالعكس أنا أختلف تماما دائما تجد طالب الرياضيات أو الباحث في الرياضيات عنده مفهوم واسع أو عنده فكر أكثر أو أكبر على صياقة تحل المشكلات يعني تجد دائما يفكر في احنا عندنا في الرياضيات لازم تفكر في إيجاد حل يعني مستحيل تنهي المعادلة وأنت أقلها ما وصلت إلى مرحلة تذكر فيها أنه وجد حل أو لم تجد حل للمعادلة فهنا لازم تقوم تبنيها على فرضيات فهنا لازم توسع مداركك توسع فكرك أنه تضع فرضيات معينة تبحث أكثر بالعكس أنا أختلف تماما فدائما الباحث الرياضي أو الطالب الرياضيات يكون إدراكه أكبر وتفكيره متوسع أكثر من الإنسان أو الطالب الآخر دكتور رفي يعني يمكن أنا مريت بتجربتين التجربة الأولى أنه معلم كان يعلمنا الرياضيات بطريقة كلاسيكية عادية وكان يركز أكثر على جدول الضرب ومن هنا أنا كرحت جدول الضرب المعلم آخر بدأ يعطينا الحيال والأفكار وكيف نستنتج من خلال بعض الحيال جدول الضرب وكيف أنه فاختلفت طريقة التعليم واختلفت النتائج مرة كرهنا الرياضيات ومرة حبناها هل تشوفين أنه طريقة تعليم الرياضيات ظلمت الرياضيات؟ من قبل بعض المدرسين نعم لأنه بصراحة هذه إحدى الأسباب اللي تخلي دائماً الطالب يقول لك أنا عندي عوائق في الرياضيات ولا الرياضيات صعب ولا أين الرياضيات موجودة اليوم في حياتنا وهذا الجهل دائماً أنا في مقولة لأحد العلماء يقول أينما حل الجهل فهناك عالم مقصر فدائماً العالم إذا ما وصل الفكرة الصحيحة للرياضيات وخل الرياضيات مجرد تلغين يعني يلقنوا للطالب بس ما يشرح للطالب ليش؟ يعني على سبيل المثال في عندي طالبات تعطيها مسألة تحل المسألة عادي بطريقة احترافية لكن تسألها ليش حلت المسألة؟ ما تعرف ليش حلتها؟ إيش أستفيد من القانون اللي طبقتي في حل المسألة؟ ما تعرف فهي تلقت علم الرياضيات كتلغين مساء رياضية ورقية اكتب جاك حل المعادلة الفلانية أو جدي الغيم الذاتية تحلها بطريقة رياضية لكن ما تعرف ما خلف هذه المعادلات أو ما خلف هذه الرموز أو ما خلف هذه الصيحة لذلك فعلاً إذا كانت طريقة التعليم سواء في الرياضيات وغيره طريقة تلغين فقط هذا يسبب للطالب طبعاً عدم استيعابه للمادة بشكل كبير ممكن سبب حواجز بين الطالب وبين المادة اللي يدرسها عشان كده نواجه كثير سي ما قلت لك هالأسئلة هذه ليش الرياضيات وينها؟ هل الرياضيات مهمة أو لا؟ والسبب كله أنه قد يكون الطالب يعني طوال مراحله الفاتت يتلقى علمه تلغين أو أن يكون هناك عالم ما وضح الرياضيات بطريقة صحيحة للطالب ممكن تعطينا مثال دكتورة كيف أنه يوضح يعني بطريقة صحيحة للطالب أو إيش الفائدة يعني مثلاً أنا أعطيكي مثال جاتنا مسألة ومشينا وحطينا القانون ومشينا وفي الأخير طلعت النتيجة خطأ مرات نصاب بحباط يعني أنه النتيجة خطأ إذا كل شيء وقع لك خطأ وراحت الدرجة كلها يمكن هذا يأثر على الطلاب ويخليهم ما يعني يجدون متعة في حل المسائل مثلاً هذا فعلاً زي ما قلت لك هذا اللي يخلق حاجز بين الطالب وبين مادة الرياضيات أحياناً يكون العضو هيئة التدريس أو المعلم أو العالم سبب رئيسي في هالشيء هذا لأنه يعطي المعلومة للطالب كتلغين على سبيل المثال لما نقول لك الحين أعطيك مسألة مثلاً أوجد خلينا نقول على سبيل المثال في مجال الفلك أو مجال الفضاء أوجد قوة دفع مثلاً صاروخ معين خلاص تلقى الطالب حافظ القانون لكت لا ضرب السرعة أشتقها المرة الأولى إلى آخرة بس هنا ما تلقى المعلم أو العالم وضح للطالب أنه بما أن الكتلة متغيرة فهنا تخضع لغوانين التفاضل والتكامل هنا استخدمنا الرياضيات هذه الرياضيات موجودة إذن من تطبيقات التفاضل والتكامل فادتنا أن نعرف معدل تغير قوة الدفع خلال الزمن فهنا يفرق لما الطالب يكون تلقى المعلومة وتلقى ما ينساها تلقىها أبداً ما ينساها أما إذا تلقاها لا أنه القانون اضرب الكتلة في السرعة اشتقها انتهى تلقى الطالب خلاص يمشي على أنه لو تعطيها أي مسألة تسأل عن قوة الدفع الصواريخ أو أحد الغوانين الأخرى يحط الغانون يكتب المعطيات إكس ضربواي هذا الناتج بس ما يعرف إيش تطبيقاته العملية ما يدري أن أصلاً علماء أو المهندسين اللي يهندسون الصواريخ يحتمدون اعتماد كل على هالحسابات الدقيقة يعني الاختلال في الحسابات الدقيقة هذه أحياناً يؤدي إلى سقوط بعض الصواريخ ودائماً نسمع أحياناً بعض الصواريخ أو المراكب الفضائية سقطت وسبب الاختلال في الحسابات هذه هذا أكيد لما الطالب يتلقى تلقى ما تكون فيه متعة بس لما أنا أشرح لك بطريقة أنه استفادوا منه في صنع الصاروق يصير عندك حماس أنه مستقبلاً أنه أوكي ممكن أنا أكمل في الرياضيات بعدها أكمل هندسة أكمل الأمور هذه وأصمم صواريخ أصمم مراكب فضائية فيفرق الموضوع بصراحة إذا كان تلقين أو إذا كان لا شرحوا بطريقة تجعل الطالب شقوف في هذه المادة يمكن حنتكلمنا عن المعلم بس خلنا نتكلم عن الرياضيات نفسها ما تشاركينا دكتور الرأي أنه الرياضيات تفترض أنه كل الطلاب بنفس المستوى وكل الطلاب قادرين على حل المعادلة والوصول إلى النتيجة بدون مراعاة أنه في فروق فردية من وجهة نظري الشخصية أنا دائما أقول طالباتي أنه المهارات العقلية واحدة عن جميع الطلاب بس إيش الفرق أنه لما يجي طالب ممتاز ولا طالب لا هذا الطالب الممتاز عنده شقف في المادة فتلقاه يبحث تلقاه يطور مهاراته العقلية واللي هو في النهاية إحنا أستاذ عبد الملك كتب بيضاء ولدنا كتب بيضاء أنت ملأت هذا الكتاب بالمعارف والمعلومات المكتسبة سواء من البيئة اللي حولك أو من المدرسة أو من الشقف اللي يدفعك للبحث فبالنهاية إحنا ولدنا بمهارات عقلية واحدة لكن الفرق بين الإنسان خلينا نقول الموهوب ولا الإنسان اللي قدراته العقلية تكون يعني عادية الفرق بين الاثنين أنه الطالب اللي موهوب بنها على شقف كان يبحث يهتم فدائما أنا عندي مبدأ في الحياة أنه ما في إنسان ذكي وإنسان غبي أو إنسان قدراته العقلية عالية وإنسان لا في إنسان مشتهد يعرف كيف يطور مهاراته العقلية وفي إنسان لا يوقف عند حد معين أو ما يحب يطور مهاراته العقلية لو حبينا نرتب علوم الرياضيات كيف بترح تكون دكتورا؟ نرتبها من أي يعني بالأهمية لو عندنا شخص يبيه يتعلم الرياضيات من وين يبدأ؟ والله كل علوم الرياضيات بلا استثناءه مش عنصرية هي علوم مهمة جدا كل علم له تطبيقاته عرفت كل علم مفيد في مجال معين فما أقدر أرتب لك أهمية علوم الرياضيات لأنه مثلا في مجال الفلك تلقى علوم التفاضل والتكامل والاشتغاقات جدا مهمة في علوم الفلك علوم الجبر أيضا أو المتجهات الخطية مهمة على سبيل المثال في الإحصاء البيولوجي أو في البيولوجي دائما يقومون على الإحصاء وعلى الاستغراء الرياضي فما أقدر أقول لك مثلا في نظام البرمج أيضا على التشفير نظرية الأعداد نظرية المجموعات فأنا اليوم إذا رتبتها لك بكون جاهلة بصراحة ليش؟ لأنه زي ما قلت لك كل فرع من فروع الرياضيات هو علم بحد ذاته هو مجال بحد ذاته يعني كل فرع من فروع الرياضيات مهم في جانب معين فما أقدر أرتب الأهمية وأنا أقرأ وحضر الحلقة دكتور اكتشفت أيضا حتى أن الرياضيات له تطبيقات في الأدب في عندهم المنهج اسمه منهج الأسلوبي قام على الجانب الكمي يعني يستطيعون معالجة النصوص ونقدها وتقويمها واستخراج يعني بعض خصائص اللغوية من خلال يعني الإحصاء فأيضا هذا جانب ما هو معروف فأعتقد يمكن حتى اللي متخصين في الجوانب الأدبية يحتاجون الرياضيات زي ما قلتك رياضات موجود في كل مكان وتقريبا يشكل علم أساسي في جميع العلوم يمكن هذا اللي يفسر أنه يعني الكثير من الفلاسفة من رسطو وطقية الفلاسفة أنهم يعلمون الرياضيات في مدارسهم في مجالسهم العلمية فعلا وأيضا في السابق كانوا يعلمون الرياضيات لسبب رئيسي هو اللي هو أنه يعلمون الطالب طريقة التحليل والتفكير والاستنتاج والاستدلال المنطقي وهذا الشيء الأساسي أو البدايات الأساسية لعلم الرياضيات أنت لما تعلم طالب رياضيات أهم شيء قبل أن تعلموا حتى لغة الأرقام والحساب وخمسة ضرب أربعة إلى ما علموا كيف يفكر بطريقة منطغية ويستخدم التفكير الإبداعي في الموضوع بالحديث عن خمسة ضرب أربعة ليش جدول الضرب دائما مشكلة عند الطلاب هو مش مشكلة يعني عند الطلاب بس ممكن زي ما قلت لك تلقى في طلاب شقوفين في الرياضيات يحفظون الجدول الضرب أو يستطيعون حفظه البعض شوف هي مسألة ذوقية عرفت دائما أنا أقول أنه لطالما أنت ما تحب شيء هذا ستضع عوائق ما رح حتى تقدر أبسطها جدول الضرب أنك تحفظ جدول الضرب يعني هل لأنه مبني مثلا على مهارة الحفظ والاستذكار هذه المشكلة ولا المشكلة في أنه يعني تعاطي مع الأرقام أو ما أعرف لكن دائما نحن نجد مشكلة في جدول الضرب عند الطلاب زي ما قلت لك ممكن تكون الحفظ والاستذكار أحد الأسباب معني أنا كشخص ما أشوفها سبب رئيسي زي ما قلت لك أشوفها هي مسألة إذا أنت حبيت الشغلة وكنت شقوف فيها صدقني بتحفظها بمجرد النظر فدائما العوائق هذه يضعها بعض الطلاب لأنهم ما هم شقوفين في الرياضيات وحتى عدم شغفهم في الرياضيات ما تولد من لا شيء بتكون وراء أسباب مثلا معلم مثلا أنه ما أعطى المعلومة أو إهمال من الطالب أو عرفت كيف فأنا أشوفها أنها بصراحة مسألة شخصية أكثر من أنه تعتمد على الحفظ والاستذكار إذا شخص حب الشغلة التي أمامه سيحفظها بمجرد النظر دكتورة نوار هل الرياضيات اللغة يمكن تخلينا قادرين على التواصل مع أجيال بعيدة رح تجي أو يمكن نقدر نتواصل مع عوالم أخرى؟ بشكل عام الرياضيات ليست فقط لغة أرغام أيضا لغة برمجة ولغة إدراك فممكن عن طريق استخدام الرياضيات في البرمجة الحديثة والأمور هذه ممكن نتوصل إلى أمور أو مجرد أخرى خارج مجموعتنا الشمسية أو في الفضاء ممكن تخلينا نتواصل مع إذا في حال وجدت حياة إلى الآن ما في أي دليل على وجود حياة خارج كوكب الكرة الأرضية لكن دائما الرياضيات تساهم في تطوير البرامج في تطوير المراكب إلى غيرها اللي ممكن نتساهمنا في اكتشاف حياة أخرى أو أمور أخرى خارج كوكبنا أو خارج المجموعة الشمسية بشكل عام يمكن دكتورنا فهمت من كلامك قبل قليل أن الرياضيات هو علم بيني يعني الرياضيات هو علم آخر نبي نسأل عن نماذج واضحة جدا للتطبيق مع علوم أخرى يعني مثلا في الهندسة في الطب في الحاسب إيش النماذج الواضحة اللي نقول والله فعلا هذه فيها الرياضيات وبشكل واضح وفعلا طالب التخصص هذا لابد أن يكون دارس الرياضيات على سبيل المثال اليوم لو بذكرك أستاذ عبد الملك دراسة تطبيقات الكمبيوتر دراسة تطبيقات الكمبيوتر أغرب أن تكون مستحيلة بدون الرياضيات كيف؟ تشغيل مفاهيم الحسابات والخوارزميات والبرامج الأساسية في تطبيقات الكمبيوتر مثل خلينا نقولك أبسطها البيربوينت الأكسل الورد من دون الرياضيات لن تتم إذن هذه مبنية على معدلات الرياضية؟ كلها مبنية علم البرمج مبني أساسا على الرياضيات كل مهمة سلسة نؤديها في الكمبيوتر خلفها يقف الرياضيات الرياضيات في فروعه سواء علم الحساب الكودينج مثل أو الخوارزميات أو نظرية العداد أو نظرية المجموعات حتى التشفير تشفير يقوم عن نظرية العداد نظام التشفير أنه تقوم بعمل معادلة تقوم بتغيير المحتوى كل مرة وإذا أردت أن تفك التشفير لازم أن تكون هناك معادلة معاكسة تستطيع فك هذا التشفير للمعادلة الأصلية أو المعادلة التي أوجدتها في البداية فالرياضيات متواجدة اليوم بشكل أساسي في علم البرمج ويمكن أيضاً دام تطرغنا هنا إلى علم البرمج ممكن أحب أن أبين أنه جميع البرامج والتطبيقات الموجودة يخف خلفها علماء رياضيين عباغرة لكن للأسف تجد في بعض الأشخاص أو يعتمد على هذه البرامج متناسي دور الرياضي فيها متناسي أهمية البحث الرياضي فيها يعني على سبيل المثال الفصل السابق كنت مسؤولة التنسيق في لجنة التدريب الصيفي فكنت أبحث لطلابي عن جهات يتدربون فيها فكانت إحدى الأهداف أني أكلم هيئة الأرصاد كون طلاب أو التوقعات الجوية تقوم على الاحتمالات والأحصاء والأمور هذه هذه معلومة أول مرة أعرف أن الأرصاد أيضاً لها علاقة لها علاقة أيضاً في الرياضيات أيضاً التوقعات والاحتمالات وتوقعات الجو أيضاً حتى لو أتكلم لكها مش من منظور أحصائي من منظور رياضي دراسة الظواهر اللي تظهر على سطح الغلاف الجو المغناطيسي الشمسي هذه في حالة فهمة إحنا رح نعرف فهم معطيات كثيرة مثل تسارع الرياح إلى غيرها وهذه كلها تؤثر على الجو عندنا في الكرة الأراضية فكان رد أحد الأشخاص اللي كلمتوا أنه لا ما نحتاج طلاب الرياضيات كيف ما تحتاجه طلاب الرياضيات يعني طلابنا شاطرين في عمليات الإحصاء والاحتمالات والتوقعات وإلى آخره في عمليات حل المشكلات قال له عندي جهاز أدخل المغطيات ويطلع له الغراءات بس هو فعلاً فيه جهاز عرفت دخل المغطيات بس الجهاز هذا يجب أن يقف عليه رياضي ليش يجب أن يقف عليه رياضي؟ لأن أحياناً المغطيات اللي تدخل لازم تدخل بحذر شديد بعض الأجهزات جداً حساسة للأمبوت اللي تحطه اللي هي المدخلات اللي تحطها في الجهاز يعني قد يكون حساسة لرقم كبير رقم صغير أو حرف كبير حرف صغير فبالتالي إن تحتاج رياضي عشان يتأكد من دخول المغطيات بشكل صحيح والنتائج منطقية دائماً طالب الرياضيات يستطيع أن طالب الرياضيات اللي تدارس الرياضيات ترابطها في مفاهيم الرياضيات في البرمجة يستطيع بدقة أو بشكل كبير معرفة إذا كانت النتيجة اللي اظهرت لك من هذا الجهاز منطقية أو لا يعني على سبيل المثال أنا أشتغل الآن على الماتلاب توجد كثير من الكماند الأوامر الموجودة في الماتلاب تسهل عمليات الحساب يعني بدل أنا ما أحل المسألة الرياضية باستخدام خلينا أقول لك الطرق المتناهية في الصقر عندي رمز أو كود معين في الماتلاب يساعدني في إيجادها وعلى نطاق واسع لأنه في الورغة والقلم أنا ما أستطيع أحسب مثلاً أعداد أو مصفلات كبيرة جداً فيساعدني الماتلاب لكن إذا أنا ما نفهم طريقة فعلياً على أرض الواقع وكيف أحلها وكيف أكتبها ما رح أقدر أستخدم الكود بطريقة صحيحة لأن لازم أكون حذرة من المعطيات اللي أنا أدخلها في البرنامج كذلك أنا أستطيع استنتاج إذا كانت هذا النتائج منطقية ولا لا على سبيل المثال مثلاً أتعامل مثلاً مع معادلات بسل أعرف أنه البارامتر في معادلة مثلاً بسل اللي هي من الدرجة الأولى لو كان سالب بتكون النواتج أعداد تخيولية فلما يدخل الأنبوت أو البارامتر في عطاني شيء مخالف أعرف أنه في خلل معين ليش؟ لأن أنا عندي خلفية رياضية عندي مفاهيم رياضية مبنية عليها حتى في وجود البرمجة ما يقلل من أهمية وجود عالم الرياضيات أو بحث الرياضيات لأنه ممكن يقوم إذا كانت في أخطاء فعلاً حتى المدخلات المدخلات لازم تكون إدخالها في حرص شديد عرفت كيف؟ غير عن أنه الأساس في تصميم هذه البرامج هو أصلاً رياضي عبغري محترف في رابط الرياضيات في علم البرمجة في أيضاً يمكن تطبيقات للرياضيات في الجانب الصحي أو الجانب الطبي يعني هناك من يتحدث أيضاً عن رياضيات للقلب ورياضيات فعلاً للجسم الإنسان حتى في مجال الطبي يستخدمون سواء من جانب الإحصاء في عملية التنبؤ في انتشار الأمراض في عملية دراسة مثلاً الأمراض الوراثية كلها تستخدم الرياضيات أيضاً حتى على الأورام السرطانية في معادلات معينة في الرياضيات ممكن تعطي للطبيب اللي يستخدم العلاجات البديلة يتنبأ إذا كان العلاج البديل هذا فعال أو لا أيضاً تدخل فيها رياضيات معادلات الرياضيات تعتمد على دوال معينة في الرياضيات مثل الـ Exponential Function إلى آخر فالرياضيات اليوم أيضاً متواجدة في الطب زي ما قلت لك عن طريق سواء التنبؤ في الأمراض اللي بتحصل مستقبلاً كيفية انتشار الأمراض متابعة بعض العلاجات كلها تستخدم فيها رياضيات وبعضها توجد لها معادلات معينة معادلات رياضية معينة في مجال الطب خل نسأل إيش المجالات الثانية غير مثلاً الحاسب وغير الطب وغير الأرصاد الفيزية مثلاً الفيزية الظواهر الفيزيائية تقوم أو الفيزية بشكل أساسي يعتمد على الرياضيات جميع يعني إذا كنت يعني فيزيائي لازم تكون عندك خلفية رياضية ليش؟ لأن الفيزياء كله غائم على الرياضيات يعني في أبسط المعادلات في أبسط ويمكن ضربت قبله شوي أستاذ عبد الملك إذا تذكر اللي هو استخدام التفاضل والتكامل في إيجاد مثلاً معدل تغير قوة الدفع قوة الدفع معلومة فيزيائية أو يعني كمية فيزيائية باستخدام التفاضل والتكامل أنا أستطيع حساب معدل تغيرها فأيضاً الرياضيات موجودة في الفيزياء بشكل أساسي لا يتجزع من الفيزياء أيضاً موجود أيضاً في الكيميا عن طريق تفاعل في الكيميا؟ أيضاً موجودة كيف؟ تستخدم النهايات أحياناً في التنبؤ في المركب اللي بينتج من تفاعل المركبين في كمية أو في قياسه معين تستخدم النهايات تستخدم دوال الاتصال أو الاستمرار حتى في أجهزة في الكيميا الذكر زميلات الدارسين في الكيميا أجهزة يتخلون لها معطيات معينة تطلع لهم رسوم بيانية وحسابات رياضية معينة فأيضاً حتى في الكيميا موجود الرياضيات اليوم في علم الفلك اللي هو تغريباً جزء من دراستي أنا أدرس الرياضيات الشمسية الفيزيائية من منظور فلكي يعني هذا التخص الدقيق هذا التخص الدقيق أيضاً موجودة يعني يمكن لو نتكلم عن عمليات النمذجة اللي نسويها يعني إحنا ندرس أشياء في الشمس مع أن إحنا قريبين من الشمس بعيدين كل البعض عن الشمس فإحنا هنا نصمم مثلاً دراستي بالتحديد على نمذجة البقعة الشمسية أنا نمذج البقعة الشمسية بمنظور رياضي وأدرس الموجات الممكنة التي قد تكون مرصودة في البقعة الشمسية أيش نكصد بالبقعة الشمسية البقعة الشمسية هي مناطق مظلمة ثوداء موجودة في الشمس ثمية البقعة الشمسية لأنها لا تقدر تميزها تشوفها لونها أسود يعني مقارنة بمحيطها لأن أقل حرارة بما أنها أقل حرارة تجد لونها يمي للسواد يختلف عن لون محيطها فتكون مثل وهي عبارة عن مجالات مغناطيسية شديدة تسبب في تطبيط في الحرارة فتكون هذه البقعة الشمسية أقل حرارة من محيطها لذا تظهر كبقعة سوداء هذه لها تأثير على الأرض؟ أكيد تأثير الموجات أو الموجات المرسوطة في البقعة الشمسية متعلق إلى الآن ما في دراسات ثابتة 100% لكن لها يعني الدراسات المبدئية لها علاقة في الرياح الشمسية أنا مرة شفت في فيلم كان يتحدث عن حق المغناطيسي كبير يمتد إلى الأرض ويسبب قطاع الكهرباء يعني هذه نفس الفكرة؟ نفس الفكرة تماما يسبب في الرياح الشمسية الرياح الشمسية هذه أو الانفجارات الشمسية التي تصير في الشمس ترسل شحنات أو جسيمات مشحون للأرض تؤثر على عمليات الملاحة تؤثر على الجو عندنا في الكرة الأرضية كذلك أيضا تتأثر محطات الفضاء هذا أحد الأسباب التي تجعلنا مركزين على الدراسات الشمسية أن الشمس فيها أشياء كثيرة ظواهر جدا غريبة كل هذه الظواهر تؤثر بشكل مباشر على الكرة الأرضية على الملاحة على الاتصال على المحطات الفضائية الراديو أيضا كلها تؤثر عليها حتى في مرة من المرات ضربت رياح شمسية الكرة الأرضية بشكل قوي سببت انقطاع الانترنت في أحدى الدول أو في أمريكا لمدة ساعات كبيرة لذلك اليوم زي ما قلت لك المرياضيات أيضا حاضر في فهم هذه الظواهر ومتى ما فهمنا هذه الظواهر بيكون إن شاء الله بإذن الله نضع الحلول أو معرفة مسبباتها قد تؤدي إلى وضع الحلول لتجنب مثل هذه الأمور مستقبلا طيب دكتورة أنت يعني تدرسين رياضيات من شريحة كبيرة من طلاب الطالبات في الجامعة إيش نحتاج عشان نخلي الرياضيات حاضر بشكل أكثر وعشان تكون صورة الرياضيات صورة مختلفة عن اللي نشوفها اليوم دائما أنا أقول أنه الرياضيات لازم يعني طالب الرياضيات في الأساس لازم يدرس النمذج الرياضية لازم يعرف كيف يصيق أي مشكلة في الحياة من منظور رياضي إذا عرف الطالب هذه النقطة فبتكون شيء جدا يساعد الطالب حتى مستقبلا في مستقبله بتوجيه تخصصه أو بتوجيه الرياضيات لشيء معين أو لهدف معين في المستقبله أو لتقذية أو لإثراء شقفه أو طموحه أو حتى الاحتياجات سوق العمل فدائما أنا أقول الرياضيات يجب أن تدرس كنمذجة رياضية يفهم فيها الطالب ليش يدرس رياضيات كيف يطبق الرياضيات كيف النمذجة يعني؟ إيش نقصد في النمذجة؟ النمذجة أنك تصيق مشكلة معينة في منظور رياضي تضع لها معطيات فرضيات تنتهي في معادلات تحل هذه المعادلات تصيقها في نموذج رياضي معين النمذجة الرياضية هي صيقتها في نموذج رياضي معين ممكن ناخذ مثال يعني واضح مثلا أن نقدر نطبق عليها الآن مثلا مثل ما قلت لك أو ذكرت لك في مجال تخصصي الآن أنا أتعامل مع البقع الشمسية الموجودة في الشمس على أنها إيش؟ هيكل مغناطسية شديدة هذه الهياكل المغناطسية تأخذ شكل معين خلينا نقول تأخذ شكل أسطوانة أيوة أطبق المفاهيم المحاور الأسطوانية على معادلات معينة المعادلات المعينة هذه تدرس سلوك البلازمة تحت تأثير المغناطس مثل معادلات ماكسويل مثل معادلات نيفيرستوكس كل هذه المعادلات أخذها وأعمل لها ديريفيشن أو اشتغاغ معين أصل لمعادلة في النهاية أضمن أن هذه المعادلة تصف سلوك الموجات في مجال مغناطسي يعني في أنابيب مغناطسية أو في بلازمة موجودة في مجال مغناطسي طيب كيف رح أثبت أنه نمذجتي كانت صحيحة؟ يعني إذا كنت فهمت كلامك بشكل صحيح كيف أثبت أنه نمذجتي فعلا هي كانت صحيحة؟ يعني ما هو خاطئة مثلا؟ أعطيك أحد الأمثلة والأمثلة الواضحة في أحد الأبحاث اللي أنا نشرتها في مجلة النيتشر كنا نحن أول من يثبت هنا أنه وجود العديد من أو كانت أول دليل رصدي على وجود العديد من الترددات المتزاملة التي ممكن أن تدار في أنابيب مغناطسية في نفس الوقت مع العلم أنه هذه النظرية موجودة في السابق لكن ما تم إثباتها اليوم النمذج الرياضي ساعدتنا بشكل كبير أنه نثبت هذه النظرية إحنا البقعة الشمسية أو البحث كان متركز على بقعة شمسية كبيرة جدا كان حجم قطرها تقريبا 40 ألف كيلومتر أكبر ثلاث مرات من الكرة الأرضية ثلاث أضعاف الكرة الأرضية رصدت من قبل باحث في وكالة الفضاء الإيطالية والعادة أن العلماء الفلك أو الراصدين ما لهم علاقة قوية في الرياضيات أو ما يفهمون كثير في الرياضيات أو النمذج الرياضية العادة يقومون على عمليات تحليلات بسيطة عندهم أجهزة طيف تحلل التردد إلى آخر فلما تواصل معنا قمنا بعمل نمذج الرياضية للبقعة يعني أخذنا صورة البقعة الشمسية أخذنا المقطع العرضي أو المقطع العرضي للبقعة الشمسية باعتباره أنه هذا المقطع العرضي للأنبوب أو للمجال المغناطيسي يعني مثل الحين لو أقولك أنا عندي أنبوب أسطوان المقطع العرضي تابعه دائري فإحنا أخذنا باعتبار أنه الأنبوب المغناطيسي الموجود في هذه البقعة الشمسية هذا هو المقطع العرضي قمنا بعمل أو باشتغاغ بعض المعادلات الرياضية انتهينا في معادلة معينة حلينا المعادلة هذه أعطتنا نتائج أعطتنا تغريبا أكثر من نمط للموجة اللي ممكن إحنا نرصده في هذا النوع من البقعة الشمسية الحاصل أنه لما نسوينا بين تغريبا أكثر من ثلاثين نمط أعطانا صورة مطابقة تماما اتفاق ممتاز أقدر أقول لك يا مع ما رصد ما رصدوه العلماء في الشمس شوف النمذج أفادتنا هنا لولا النمذجة هنا النمذجة الرياضية لما أكدنا على وجود أكثر من ثلاثين نمط من الترددات ممكن أنه يثار أو أو ينتشر في نفس الوقت يعني متزامنا في نفس الوقت فيها مش خطأ أو فيها مش يعني يكون ما هو دقيق مثلا والله الاتفاقية اتفاقية النمذجة الرياضية مع البيانات من من الرصد اتفاق ممتاز كان لدرجة أنه الباحث الإيطالي كان ماشي معنا يعني من بداية الموضوع يعني كنا تقريبا أسبوعيا نتقابل الفريق اللي كان معي مع الباحث فكنا أسبوعيا نتقابل فكنا نعدل على الكود اللي هو في الماتلاب كنا نستخدم نعدل على المعادلات نكتشف وين الخطأ نضبط ففي النهاية كان يقول لو أنا ماني معكم في البداية من الموضوع كنت أقول أن الصورة فوتوشوب يعني في تطابق ممتاز هذا الدرجة فكانت الرياضيات مساهم كبير في إثبات هذه هذه النظرية أو هذه اللي كانت موجودة من قبل بس ما كان في دليل رفضي عليها دراستكم أصبح الدليل أصبح الدليل وهذا شيء يعني يدعو للفخر أنه يعني استطعتم دكتورة من خلال الفريق هذا نكم تثبتون هو إنجاز يحسب يعني للجامعة وللوطن بعد يعني وللفريق ككل يعني ليش ما في الرياضيات الهندسية والرياضيات مثلا الطبية والرياضيات ليش نشوف الرياضيات مجرد يعني نتمنى مثلا أنه يكون في تخصص أكثر مع التخصص الآخر البيني يعني مثلا أنه طالب الهندسة ما يدرس بس الرياضيات يدرس رياضيات هندسية فقط متخصة فيه عشان ما نقول مثلا أنه سيدرس أشياء ما يحتاجها كثير وهذا فعلا الحاصل أنه الطالب في الهندسة ما يدرس كل فروع الرياضيات يعني مثلا في الهندسة ما تلقاه يدرس جميع فروع الرياضيات لا لا أبدا تلقاه يدرس الفروع المتعلقة في مجال تخصصه لكن لو تتكلمني على طالب الرياضيات ليش يدرس الرياضيات بشكل أو بشكل يعني عام كطلاب رياضيات أو كعلم رياضيات نحن في الاندرغراديويت ناخذ يعني تقدر تأخذ لك مجال معين مثل أنا رياضيات فيزيائية شمسية رياضيات تطبيقية في الفيزيائية الشمسية خلاص أخذت هذا المجال طالب البكالوريوس يمكن يقدر يتخصص بهذه الطريقة أو أنه يتخرج فقط طالب الرياضيات هو الحرص دائما أن يتخرج طالب الرياضيات لديه معلومات يعني كافية بجميع أفروع الرياضيات من بعد البكالوريوس يقدر يغرر فهذا اللي جرت العادة أنه طالب الرياضيات أو الباحث الرياضي في مرحلة الـ يكون دارت جميع فروع الرياضيات ولكن من بعدها يقدر يتخص في مجال معين مثل هندسة مثل ما ذكرت لك في البداية ذكرت لك أنه الرياضيات اليوم متواجدة في كل أمور حياتنا التصميم الداخل التصميم الهندسي تصميم الأزياء البناء تصميم الأزياء تصميم الأزياء داخل فيها أيضا كيف؟ عن طريق تقدير تقدير مثلا كلفة وجودة الأغمشة عن طريق معرفة أكثر المنتجات استهلاكا من قبل المستهلكين كلها هذه تقوم على الرياضيات على الأقيسة والأطوال على الغياسات كلها تقوم على الرياضيات دكتورة وحدة زميلات فريق العداد ونعدي الحلقة هذه بصراحة ذكرت معلومة أنه اللي اخترع الجي بي اس نظام الملاحة المعروف علمة الرياضيات فإيش علاقة الجي بي اس والرياضيات؟ تقريبا علم البرمجة حاليا قال بي تعتمد اعتماد كله على الرياضيات يعني في أنظمة الجي بي اس أو الأنظمة التي تستخدم الخرائط دائما نعتمد فيها على تحديد المكان وتحديد الأبعاد وغياس أبعاد الكرة الأرضية والمكان وين يقع بالضبط كلها هذه أيضا تخضع للعلوم الرياضية كلها تقوم على العلوم الرياضية غير عن أنه أصلا لغة البرمجة هي لغة رياضية يعني تستخدم فيها الأرقام تستخدم فيها العمليات الحسابية فأنا لما أجي برمج جهاز حتى لو يعني دائما تشوف الأجهزة أو الكمبيوتر لما تفتحه دائما لغة أرقام تطلع لك يعني المكان الذي نرسل بضغط زر هذا وراء معادلة كبيرة معادلة كبيرة من الرياضيات تحدد المكان بناء على أبعاد معينة على موقع المكان وين في الكرة الأرضية على سبيل المثال شمال جنوب كلها تقوم على معادلات رياضية كيف تتم بسرعة هذه أكيد ما تمت بسرعة بسرعة كبيرة يعني جلسوا عليها علماء كثير ووضعوا هذه الأكواد تم تعديلها عشان كذا دائما نيجي تحديث أحيانا نيجي تطوير في الأكواد هذه أو في البرامج هذه فأكيد ما خلصوها في سرعة كبيرة جدا أكيد جلسوا عليها وقت طويل لعمل كل هذه الأشياء طبعا بالاعتماد على الأغمار الصناعية تحتدي الأماكن لأغمار الصناعية برضو أن ذكرتم بالأغمار الصناعية برضو يعني لعلاقة واثيقة بالرياضية أكيد الأغمار الصناعية اللي ثبتها حول الكرة الأرضية معادلات رياضية معينة تبنى على حسابات معينة يحسب فيها محيط الكرة الأرضية السرعة اللازمة عشان ينطلق الصاروخ ويثبت في مداره السرعة اللازمة وعشان يثبت في مداره إنه يفلت من الجاذبية الأرضية ويثبت في المدار اللي ثبت فيها القمر الصناعي كلها تغهم على معادلات رياضية تماما دكتورة الحديث يعني ممتع عن الرياضيات ويمكن هذا يخليني أغير وجهة نظري عن الرياضيات لكن خليني أسأل في النهاية يمكن طالب الرياضيات أو طالبات الرياضيات يعني يتخرج إيش مستقبله كيف أنه يقدر يصنع نفسه مستقبل مهني من خلال الرياضيات طالب الرياضيات محظوظ لأن تخصص الرياضيات واحد من أهم العلوم وزي ما قلت لك أساسي جدا في جميع العلوم الأخرى يعني دائما أنا أنصح طلابي أن يتعاملون بذكاء مع تخصص الرياضيات في طريقة توجيه تخصصهم لما يعني يكونون موهوبين فيه أو محبي له وكذلك في احتياجات ثوق العمل هناك العديد من الدورات والشهادات المهنية اليوم اللي تقدم لطالب الرياضيات لديه فرصة فيها أكبر من غيره في التخصصات الثانية يعني كوني أتخرج مثلا معي بكالوريوس الرياضيات لا يعني أني فقط أعطي أو أشرح يعني أكون معلم أو لا بالعكس يمكن للطالب أنه يعني عن طريقة الشهادات المهنية هذه ودورات التدريبية في تخصصات معينة أنه يغير في مسار تخصصه للأفضل يغير مجال تخصصه من حيث أنه يخدمه في مجال التوظيف أيضا يعني في على سبيل المثال لو أذكر لك هناك شهادات مهنية كثيرة في التحليل المالي الاستثمار قواعد البيانات في دورات كثيرة متعلقة في علوم أخرى مثل الفيزياء والكيميا والأحصاء البيولوجي إلى آخره جميع هذه لو كنت طالب رياضيات أنت مؤهل أكثر من غيرك أنك أنك يعني تنضم لهذه الدورات ولا لهذه الشهايد واللي بتفيدك في مستقبلك الوظيفي وأيضا تناسب احتياجات سوق العمل اليوم مثل علم البرمجة وغيرها إذا كنت رياضي ممتاز قد تكون مبرمج ممتاز يعني محتاج تأخذ بعض الدورات البسيطة في عملية البرمجة وحتى مهنة شرط تكون الدورات المدفوعة تعرف الحين اليوم الانترنت مكتبة مفتوحة جامعة مفتوحة أيوة فيستطيع الطالب الذكي يوجه تخصصه للأشياء اللي يكون شقوف فيها أو الأشياء اللي تخدم سوق العمل سواء لو بتكلم عن الأشياء اللي يكون هو يعني انترستنج فيها أو مهتم فيها مثلا مثل إكمال دراساته دراساته العلية في تخصصات معينة يغذي هذا الطموح الذي لديه بحيث أنه في المستقبل يكون مبدع في مجال معين أو في اتجاه إلى الجانب الوظيفي وبهنا زي ما قلت لك توجد العديد من الشهادات المهنية والدورات اللي ممكن تخدم طالب الرياضيات لذلك تايما نصيحتي لطلابي إنهم يفكرون بطريقة ذكية جدا بكيفية الاستفادة من هذا التخصص وتوجيهه لمسارات أخرى للأفضل تساهم في عملية التوظيف دكتورة أنوار احنا شاكرين لك حضرك معنا ومشاركتك في بودكاست كافو في هذه الحلقة يعطيكم العافية وشكرا جزيلا للاستضافتي اليوم وكنت جدا سعيدة في وجودة معاكم اليوم شكرا لكل من استمع لهذه الحلقة وشاهدها إذا عجبتك الحلقة ممكن تشاركها مع أحد زملائك وزميلاتك من المجتمع الأكاديمي في الجامعة شكر موصول أيضا لفريق العمل زملائي نرقاكم على خير شكرا للمشاهدة